ممكن معايا دلوقتي على الهاتف واحد من نجوم النادي الأهلي من الجيل الزهبي وكان أيضا كابتن من كاباتن النادي الأهلي وحقق تاريخ كبير مع النادي الأهلي الكابتن وائل جمع زكا كابتن وائل زكا بسهما أخبارك تمام الحمد لله سلامة حبيبي ربنا خليك كان لك زيارة مهمة بارح النادي الأهلي حضرت التمرين وكنت بتشد من أذر اللاعبين وكمان كنت موجود مبارح في النادي الأهلي مع الكابتن طارد ياب النجم التونسي كمان في الزيارة مهمة لكابتن محمود الخطيبة كابتن واقع طبعا استغلت الزروف اللي أنا موجود في مصر عشان أرعب تحت كلاس الأمم إن شاء الله النهاردة ومش أقول زورت بقى لإننا نادي الأهلي بيتنا عدتما كلنا وروحت سلمت على اللاعبين كلهم وعلى عبدالحفيز وقابلت الناس اللي كانت موجودة كلها واسترجعت طبعا الأيام الكميلة اللي عشناها في النادي بقى لي فترة النتيجة صغري وشغلي ما متخلتش النادي بعد فترة يعني كان يوم جميل جدا يا رب إن شاء الله يديم الأيام الحلوة علينا يعني الحمد لله يوم اكتمل بتصدر النادي الأهلي في طولة الزورة مبارح يعني إن شاء الله تكتمل الأيام الحلوة دي بكرة بإذن الله ويبقى يوم تاريخي للنادي الأهلي بكرة إن شاء الله وشك دايما حلو على النادي الأهلي كابتن واقع كمان في أول يعني أنت طبعا يعني علاقتك دايما بالنادي الأهلي متصلا متنقطعش لكن مع زيارتك وشك حلو الناد الاهلي بيتصدر كمان الدور مبارح كمان عايزك توجه رسالة خاصة وقيل جمعة نجم كبير من النادي الاهلي واحد من نجوم النادي الاهلي اللي حقا بطولات كتير للنادي الاهلي واكيد عشت مع الايام الحلوة اكيد كان فيه ظروف صعبة عشناها لكن دايما وقيل جمعة لما يبوجه رسالة بتوصل بسرعة كبير عايزك توجه رسالة لعبت النادي الاهلي خاصة ان بكرة الأمور صعبة لكن مش مستحيلة والله يا صباح أنت عارف الكرة حلوتها ومتاعتها في التقلبات ما فيهاش ثوابت الناس ما تعرفش بكرة فيه ايه دايما قبل المباراة اللي فاتت بتاعت لو سألت اي واحد متابع لكرة مسجع للناهدي الاهلي او غير مسجع للناهدي الاهدي يقول له الاهلي هيعمل ايه في مباراة بكرة مش هيعرف مش هيكون عارف ممكن يقولك الاهلي يكتب واحد صف يفسر واحد صف إنما اليوم حصل مباراة كان يوم غير طبيعي تماما للناهدي الاهدي توفيق غير عادي لفريق اخطاء غير طبيعية حالة غير طبيعية ظهر بيها بشكل غير متوقع تماما حتى الجهاز التفني اخطأ في المباراة في ادارته للمباراة كان يوم غير طبيعي بالمرة للنادي الاهلي وظروف النادي الاهلي الفريق استقرر اموره بشكل كبير من بداية يناير بداية القلالات اللي حصلت واسترجع اللاعبين المصابين الأمور كانت طبيعية جدا ثم حدث اللي حدث في المباراة وظروف وسير المباراة يعني يعكد الكلام ده دماما يعني ما فيش لاعب كويس في المباراة ما فيش لاعب ظنر بحالته الـ 14 لاعب اللي شاركوا من البداية وحتى التغييرات ما ظهروش بالشكل اللي احنا متعودين عليه وده بيحصل في الكرة نتعلم وتاريخ الكرة والناس اللي بتابع الكرة تعرف ان الكلام ده ممكن يحصل فاحنا رهنا دايما وعظمة النادي الاهلي بتيجي من الاسرار ومن التحديات ومن المواقف اللي زي كده هي مش معجزة تماما مش معجزة ابدا في الكرة ان انت تتكل الناس تتكلم على ثوابت واساسيات ان ده صعب والفريق الثاني كويس ما احنا كنا عارفين الكلام ده كله قبل المباراة اللي فات النادي الاهلي في خلال البطولة تماما اتغلب مباراتين برا وبتعادل مباراة في المجموعة خلال المباراة دي كان ممكن نادي الاهلي يكتر في مباراة من الاتنين اللي خادرهم دول دي فرص جات على النادي الاهلي اكتر من الخامسة والنادي الاهلي يقدر يقدر انه يرجع في مباراة العودة بشرط زي ما انا كنت باسمعك قبل دخولي على طول على الهواء انت بتكلم في البدوق في التركيز ودول النقطتين مهمين جدا 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 للعبتنا بك عدم الاستعجال تركيز كله يبقى في الهدف الاول عدم دخول الهدف مرماية تمام هدف مرمانة بصعب الموضوع طبعا اكيد اكيد انما على مدارك تاريخ يا يوسامو على مدارك كورة تماما دي كل شيء يقدر يحصل انا افكر الناس بمباراة ولا مباراتين النتائج كانت كبيرة فيها مبارات الاهلي مع الاتحاد الليبي في التظاهرة هنا تحاد الليبي تلات اهداف تلات اهداف في عشرين دقيقة وشوط الاول كنا كان سفر سفر وكنت مطالب ان انت تتساكل ثلاث اهداف فانت عندك لسه تسعين دقيقة كل شيء ممكن يحصل فيها لعابتنا اكيد ان عمرهم ما هيظهروا بالحالة اللي ظهروا بيها في مباراة الزهاب التركيز هيكون اعلى بكتير جدا العودة اللي حصلت والدخول تاني في اجواء الفوز بالفوز على مباراة المقصة كانت نقطة تحدي كبيرة للعايبة دول وقدروا ان هم يبرجوا من تهديمة بسرعة اعادة السيقة كمان للعيب النادي لها طبعا طبعا كانت مباراة مهمة جدا 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 ان هي تفكع لعيبة ثاني فدي مباراة على صعيد الدولة يا عسامة ارا فكر نتي مباراة بين انجولا ومالي من حوالي ست سنوات او سبع سنوات كده التاريق كسبان اربعة صفر لديقة تمانين اتعادا للمباراة انتهت اربعة اربعة يعني مفيش حد في الدنيا يقول ان الامور انتهي كده يعني في نتائج كتير جدا لو نقعد نتكلم عليها يعني مش هنخلص يعني الكورة وزي ما قلت لك في الاول فيها متقلبات فيها امور كتير كتا بتخصل فيها امور ريبة بشكل كبير جدا فاحنا عندنا ان شاء الله فرصة اهم حاجة مش هنطلب من اللعيبة اكثر من طبعا عايزين اللعيبة تأدي الاداء اللي كانت بتقدمه قبل المباراة بتاعة الدون الروح والإصرار والعزيم المتنيس النادي الاهلي تظهر هو ده اللي احنا عايزينه عايزين الامور الاهلي يقول لعيبة الاهلي رجال لعيبة الاهلي عندهم روح لعيبة الاهلي عندهم حتى لا قدر الله لو خرجنا كمان بطوط افريقيا فتبه هي مباراة لرد الاعتبار لا النادي الاهلي لا النادي الاهلي يبحث عن الفدرات حتى لو انا فترامب في الزهاب انا عندي طول ما عندي امل ان شاء الله بتمسك بالامل اتمسك بيه ودي النقطة احنا كسبنا فدرات كتير ليه الحمد لله وسامة وانت كنت موجود معانا وتشوف التحديات اللي كانت عندنا دايما انت كل يوم تقفل الصفحة كل يوم تقفل الصفحة انت سعادة جمهورك وسعادة المحبين بتوعك بالدنيا كلها وده اللي كان بيجدد الامل للكواك ان انت تبقى مراكسز ان انت تطرح عند الجمهور وتطرح الناس المحبين انت بانت السعادة اللي انت بتدخلها على جمهورك كل لاعب لو حاسس بالنقطة دي بقلبه بكد يا عسامة هينتل يقاتل على كل كورة في المباراة هيطلع اقصى ما عنده هو ده اللي احنا عايزينه احنا عايزين لعبتنا يفضلوا بالمعنى المفهوم عندهم وعند جمهورنا ان ان انت راجل ان انت بتباطل ان انت عندك روح عندك اصرار عندك عزيم ودي مميزات تعبت النادي الاهلي اللي بيلبسوا تشيرت النادي الاهلي واللي الناس بتحبهم عشان كده الناس بتبقى عشان بتباطل وانا اتفق معاك يا كابتن واقل وانا اتفق معاك في النقطة اللي انت بتقولها حتى وحنا في جيلنا لما كنا بنخسر بطولة او بنخسر مباراكة الجماهير بتطلع تحيينه علشان كل واحد بيقاتل ويكافح في الملعب احنا راجعين من اليابان تمام بالجمهور لهيك ما تحسن ان انت في الاخر حاولت ورفعت اسم النادي الاهلي تمام ووصلت بطولة عالمية ده اللي احنا عايزين واحنا بنتمنى ان ده يستمر بنتمنى الكتلية والروح والاسترار والعزيمة بيقدر نظر عن التأهول لو عدم التأهول شاء الله نتأهل وتبقى مباراكة طيب رسالتك بكرة برضو يا كابتن واقل لجمهوري النادي الاهلي جمهوري النادي الاهلي ما شاء الله اقبال كبير على التذاكر يعني لما بنشوف الصور المنتشر على السوشيال ميديا ما تقولش ده ديمو برافي في النهاية ده دي خلي بالك مباراة لرد الاعتبار فالنهار ده انا عايزك برضو توجه رسالة لجماهير النادي الاهلي اللي بتمثل ضغط بكرة ان شاء الله ايجابي للفريق وكمان بتمثل ضغط على فريس ان لاز فعايزك توجه رسالة يعني لجماهير النادي الاهلي بكرة ان شاء الله يعني كعادتكم دايما وراءنا وراء اللاعبين يا سامة الطبر التركيز الحماس والتشجيع طول المباراة مش ان انا في بداية المباراة يبقى الحماس وقيتني انما النادي اهلي مش كده وجمهوره مش كده جمهوره بيفضل وراءنا وراء الفريق بقولك انا فكرتك جمبارات اتحاد الليبي ليه لان مباراة اتحاد الليبي كان الجمهور ليه دور كبير جدا تمام الشرط الثاني يا سامة انت خلصت الشرط الاول متعادل 0-0 الضغط عليك شديد مضالب الشرط الثاني انت كنت تتسكل ثلاثة اهداف وسكلتهم من بداية الشرط الثاني انا انا فكر اصوات المشاجعين والكمور وراءنا وبتدفعنا ازاي ودي نقطة احنا للأسف متقدينها في البراءات بتاعتنا بشكل كبير جدا واحنا اكثر نادي مضرور من قصة الغياب المشاجعين عنه لان جمهورنا معروف وتأثيره معروف على القريق وخوفه على النادي وحبه للعبين معروف فانا اتمنى ان الموضوع ده يتحل بسرعة طبعا والكمور تبقى مستفرة وجمهورنا يبقى في ظهرنا دايما كعتوي فالجمهور دينا معنش قلق من الجمهور ان شاء الله بكرة ان هو وراء اللاعبين لاخر ديجئة في المشاجعين تمام مضبوط يفرجوا ركالة ويقدموا صورة طليقوا بهم وطليقوا بالنادي الاهلي ان شاء الله انت بارح كنت موجود في الزيارة كابتن طارق دياب عايز اعرف بقى ان طبعات كانت انطار دياب نجم التونسي خاصة ان هو ممكن يكون دي اول زيارة ليه للنادي الاهلي يا كابتن واي اه فعلا كابتن طارق مضارش النادي الاهلي قبل كده دار مصر طبعا قبل كده بس مضارش النادي الاهلي كابتن طبعا منباهر شافه بالنادي الاهلي حجم الانشاءات وحجم الامكانيات اللي موجودة عند النادي الاهلي والملاعب فيعني اه تاريخ الاهلي اه تأكد من من الوضع اللي قدامه واللي شافه على الطبيعة اسم النادي الاهلي كبير ففي avant مقابلة الكابتن قطيب طبعا ليه واستقباله ليه كانت يعني حاجة بالنادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي وتاريخ كابتن قطيب نفسه كان شخصية محبوبة من الناس كلها يعني فبصراك كان انطبع اطول وتاريخ كابتن طارق و店يخ كبير جدا فالكغ everything طبعا طبعا لا يطل أبدا عن الكابتن قطيب أحسن اللاعب في أفريقيا ونجم تونس وراجل بيحب مصر وبيحبنا جدا وبصراحة زيارته أضافت للنادي برضو أضافت لحضوره الكبير في الكرة المصرية وكرة أفريقية وإحنا بنرحب به طبعا في بلده الثاني مصر كابتن طارد ياب النجم التونسي أخيرا يا كابتن وقيل وإنت موجود النهاردة في قرعة كاس أمم الأفريقية النهاردة شايف حزوز مصر إن شاء الله خاصة أن بطولة 2006 كانت على أراضي المصرية وكنت أنت أحد المشاركين في تحيي البطولة شايف حزوز مصر إن شاء الله في 2019 إزاي؟ يعني والله يا سامة إحنا كنا وصلنا البطولة اللي فاتت للنهاية أكيد البطولة على أرضك وفزت جمهورك وإنت اللي نظمها وآخر بطولة نظمت في مصر إنت فزت بيها فده يجعلك طبعا مرشح أول للفوز بالبطولة بالإمكانيات اللي عندنا بالفريق اللي عندنا بالكلاكنا للعبين زي محمد صلاح وزي إحجازي وزي تريزيجي ثلاث عناصر أنا شوف أن هم يدوا تقلل المتقب المصري ويساعد المتقب في شكل كبير أنا أتمنى إن شاء الله بالمساندة الجماهرية اللي هاتم بإذن الله منتقبنا يوصل للنهاية البطولة وفوز بالبطولة إن شاء الله ويطرح الناس كعادتنا إن شاء الله ونحتفظ باللقب هنا في مصر ما يفروفش بره مصر فأنا أتمنى في الأول وفي الآخر حاجة مشرفة للفورة المصرية وأنا متأكد إن المتقب هيعمل اللي علي إن شاء الله ونتمنى التنظيم وإخراج البطولة بشكل يليء في مصر وإمكانيات مصر وده أنا ما عنديش شك فيه إن شاء الله كابتن واي الجمعة نجم الأهل السابق ويعني أحد اللاعب النادي الأهلي حقوق كل البطولات شكرا جزيلا لك كان معنا مدخلة مهمة من نجم كبير داخل النادي الأهلي